ازاي جمهورية ابو سلمان عاملين ايه وحشتوني جدا جدا في حد منكم يستغرب ان انا النهاردة بعمل فيديو لماكنة سودا انا النهاردة بعمل فيديو لماكنة السودا دي عشان بدعمها عشان بقى في دلوقتي غلوف اسعار المكنة الصناعي كبير جدا طبعا بكلم جمهوري اللي هو امتبع ابو سلمان عايز اقول لكم ان احنا بنجيب مكنة من ليسود ده والله العظيم بيعمل مشروع في البيت وبشتغل خلي بالكو ان النهاردة لما نجيب مكنة مثلا زي دي فيها مطور ضعيف ده كده مش هقدر اشتغل عدد ساعات مش هقدر اعمل وماشي يعني على مثلا انا قاعد شغال ساعتين على المكنة اللي هي مطورة سخنة ولا فالنهاردة لو المكنة زي دي صوتها ناعم كده كسر الزيرو شايفين المكنة عاملة ازاي ودي لسه السنحة ما نضفنهاش بس كمان لفت نظري حاجة ان انا جبت بيعملها المكنة صوته هو هادي جدا حتى بصوا يا جماعة نجرب مع بعض بس المكنة ما شاء الله المكنة صوتها ناعم جدا اهو دون الخط بتاعنا اهو هيطلع عيبان في الضهر اهو غرزتها ما شاء الله شايفين اهو الغرزة الواسعة دي هي اللي احنا بننجربها دلوقتي عايز اقول لكم مكنة ما شاء الله صوتها محترم جدا وفي مرسيديس برضو صوته صوته ناعم كمان اما حاجة ان هيتشتغل على كزا نوع قماش ده مهم جدا مكنة دي عايز اقول لكم صوتها جميل جدا اه فالنواد دلوقتي طبعا احنا بنلاقي مكنة اه الصناعي سعره غالي ناعم ممكن نجيب مكنة سودة واسعرها في المتناول بس اما حاجة تبقى وصلية ما نكونش مكنة ان في مكن من ده ببرخيص شوية بيباع على ماركت فيسبوك والحاجات دي بتبقى مكن اساسا اه انت هتاخده من صاحبه اه مش معاه دمان مش هتعرف توصل اللي باعلك لو مكنة فيها حاجة ده مش بقول كده يعني شو ما تشتروش وكله حبي اخد رزق بس ايه الفكرة اه طبعا ما طلع مع مكنة دي دمان تلات سنين هي والمرسيديس وعندنا بقى سنجر اه مشاء الله كتير طبعا ما تنسوه تنسوش برضو ان انا بحترم السنجر برازيلي دي جدا برضو يا جماعة ولو مشروع المكنة دي تعمل معاك خياطة وتعملك اوفر وتعملك تطريز وتعملك عراوي اه يعني مكنة انا بحبها برضو صوتها هادي جدا اه مكنة بيطلع معاه دمان تلات سنين سعرها برضو كويس بالنسبة النهاردة المكنة اللي هو الجديد الصيني سعره بقى غالي برضو اللي هو في زجزاج وكده طبعا احنا مكنة معروف 14 شرع رواعي خلف مولس النار فالنهاردة انت بتسألني المكنة دي بقى بكام لا بقولك دلوقتي بقى برقم والله العظيمة انا دلوقتي بخاف اقول سعر مكنة زي دي كده عشان اصحى الصبح على سعر تاني طيب احنا العسعار بتزيد مش هنكل عيش مش هنجيب مكنة ونشتغل لا انا دلوقتي ممكن اجيب مكنة سنجر زي دي او مكنة سنجر زي دي اه ومضمونة من عند بسلمان وفيها دمان تلات سنين وفي كل حاجة احنا كجروب كجمهورية ابو سلمان ماناش دعوا اسعار زادت لا اسعار ما زادتش احنا مشين مع بعض كلنا ايد واحدة وكلنا بنكمل بعض وبندعم بعض وعايز اقول لكم اكبر دا عملية وبتدوني دافع جامدة يعني حتى لو انا غبت عليكم في الفيديو هاب بلاقي ما شاء الله كمية رسال رهيبة بتحمسني تعالا بقى ان تطلب مكنة زي دي كده من ابو سلمان خد عليها ضمان خد معها شنطة هدايا ويشتغل ثمان ساعات في اليوم انا حطيلك مطور على المكنة السنجر السودة دي يشتغل ثمان ساعات في اليوم متواصلين وربعة ولا المطور حصل له حاجة عندي بيجي ببدله ببلاش في خلال التلات سنين لو مطور اتحرق برضو ببدله ببلاش اهم حاجة اللي عايز يجي يا جماعة فيه ناس بتطلب مكن اونلاين شحن بنبعاته لو حد جاي يا ري تبعاتلي على الواتس رقم الواتس هو على الشاشة ورقم الفون اللي هو الزرو عاشرة برضو على الشاشة ابو سلمان احنا جايين مثلا بكرة جايين بعدو نحدي دا يا جماعة شانس عبه بقى مش موجود متنسوش مكننا 14 شهر الهروي خلف المول سدنا زي ما قلتلكو عندنا مجميع من سيور وزيوت وموسير وكل حاجة احنا الحمد لله فضل الله بنحاول على قد ما نقدر اراضي الجمهور بتاعي عشان انا ماليش غيره والله العظيم تلاتة عايز اقول لكم ان فعلا فيه حاجات غريبة حصلة في اسعار المكان الصناعي اليومين دول وانا عندي مكان صناعي جديد بس عارفين انا دلوقتي عايز الناس كلها تشتغل فمين النهار دا اجيب مكانة مثلا ب 14000 جنيه جديدة و15000 جنيه جديدة لان انا هحطو لكم عليها مطور اصلي اكتبوا لي في الكومنتات لو حد عايز اي حاجة تحت امركم واللي عايز اشتري اولاين يكلمنا على الواطس واستنوك تكلموني السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة